والنقطة دي قبل ما اتكلم فيها ودي رسالتي لكابتن محمود الخطيب قبل ما يكون رئيس النادي الاهلي الاسطورة اللي أنا شخصيا بعشقها واللي عارف قد ايه هو بيضحي وبياخد من وقته ومن مجهوده ومن صحته رغبة منه في انه يكتب تاريخ جديد مع النادي الاهلي ويصنع مجد جديد للنادي الاهلي على كل مستوات مش على مستوى الرياضة بس ووثق انه يمكن يكون واحد من اكتر الناس على سطح الكوكب اللي بيغيروا على اسم النادي الاهلي الرسالة دي انجاز دي ان انا اتكلم فيها باسم الجماهير مرتبطة بموسم الانتقالات اللي جاي موسم الانتقالات الصيفي اللي جاي انتقالات الصيفي وهذا ليس تقليلا ابدا من امكانيات لعبتنا وانجومنا اللي شرفونا ورفعوا رأسنا وعملوا اكتر من المطلوب منه ولكن لما اتكلمت معاكم من زمان جدا من قبل لمحد يتوقع او ممكن يكون شايف انه الاهلي هيكون بيشارك في كاس العالم قلتلكم ان الموسم اللي جاي ده في الصيف اللي فات قبل الموسم ما يبدأ قبل ما نلعب مع الاتحاد المنستيري التونسي في الدول ال 32 في دوري الابطال قلتلكم ان الموسم اللي جاي ده استثنائي على كل مستوىات على مستوى المنافسة واسترداد لقب اتحرمنا منه بفعل فعل لقب الدوري والكاس في البطولات المحلية وعلى مستوى استرداد لقب دوري الابطال الافريقي اللي برضو للأسف الشديد جدا اتخذ مننا بفعل فعل وبجريمة مكتملة الاركان واستعدادا لبطولة كاس عالم كنت شايف وكنت متوقع بشكل كبير جدا ان الاهلي هيشارك فيها وما تسألنش ليه حسابات كتيرة جدا كانت مرتبطة بالبطولة دي يعني عندي شبه يقين ان الاهلي يلعب البطولة دي بالاضافة لبطولة المستحدثة وهي البطولة الاهم هي بطولة السوبرليج عشان كده اتكلمت وقلت ان المركاتو ده ممكن يكون المركاتو الاهم والمركاتو اللي جاي تحديدا في فترة الانتقالات السيفية لا يقل الاهمية ان لم يكن بيزيد انا شايف انه مستوى منافسة الاهلي وطموحات ادارة الاهلي وطموحات جمهير الاهلي أعتقد بقت بتروح لأبعد بكتير من مجرد أنك أنت توصل للمربع دهبي النهاردة جمهورنا دي الأهلي بيفكر أنه إزاي هنكسب ريال مدريد وده مش هيحصل إلا لما تكون فيه عناصر قادرة بجد على أنها تاخد الأهلي كمان لمستوى أعلى من كده وما عنديش شك في أن قدرت الأهلي هتشتغل على ده من بدري بإذن الله